من جانبه عرب السيد بندر بن إبراهيم لخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشترايات الحكومية السعودية عرب عن شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين على تعاونها المثمر في مجال تحفيز وتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين وأكد الوزير السعودي أن السلع المصنعة في مملكة البحرين المستوفية لقواعد المنشأة الوطنية تعامل معاملة السلع الوطنية السعودية مما يخول لها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بجانب الأنظمة والمتطلبات مؤكدنا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مشددا على حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات لما يحقق التنمية والازدهار للبلدين